نقول بعض الأخبار المحلية قبل ما نستقبل كابتن علاء عبدالعاء عبدالعاء النبيل طبعا نجم مصر السابق ومدرب مصر السابق طبعا في عصر كابتن محمود الجهري خلينا نشوف بعض الأخبار كده وزي ما قلت لكم معيه انفراض مهم جدا هقول لكم هو ايه بس ربال ما يجهز الحاجة اللي احنا عايزين نعملها القهنة النهاردة لعب مباراة والدية أمام فريق جينيس وكسب 1-0 بهدف الأحمد حمدي في الدية 20 والنهاردة كابتن حسام البدري يعني لعب معظم اللعيبة آماد متعب لعب وحسام غالي لعب وكله يعني مميز صالح جمعة وفي بعض التعديلات أو التغييرات نزلت في الشوت الثاني مروان موصن وصبر رحيل وميدو جابر ومصعد عوض مكان جون أنطوي وحسين السيد وصالح جمعة ومحمد الشناوي أحمد رمضان بيكان برضو لعب مكان حسام غالي في الشوت الثاني أجايب لعب مكان متعب أحمد حمدي مكان محمد حمدي زكي وأحمد حمدي هو اللي سجل هدف الفوز للنادي الأهلي الهدف الوحيد فريق جينيس أحد الفرق في القسم الثالث ولكن يعني تجربة كابتن حسام البدري بيحاول يجرب معظم اللعيبة الموجودين معاه في الفترة الحالية دي لقطات كده من المباراة النهاردة ودي تزديدة لصالح جمعة ولكن حارس جينيس معاها كريم ندفت ما لعبش النهاردة يعني صابرين عليه شوية كده الجهاز الفني لغاية ما يخف بشكل كامل من الإصابة وهيبدأ يشارك بكرة في التدريبات الجماعية كان فيه كلام كده جوال أهلي انهم عايزين يخفضوا عقود اللعيبة الأجانب بسبب أزمة الدولار ولكن إدارة النادي الأهلي رفضت وقالت كل واحد هياخد حقه زي ما احنا متفقين وكل واحد هياخد عقده من اللعيبة الأجانب والفترة اللي جاية النادي الأهلي مستني كده 3 مليون دولار من نادي تانجين الصيني اللي اشترى إيفونا وبرضو فيه قصة من شركة صلة حوالي 2 مليون وخمسمائة ألف يورو وفيه برضو دفعة أخيرة من بيع رمضان صبحي نادي ستوك سيتي حوالي 800 ألف دولار وبرضو فيه قصة من صفقة ريزي جي يعني ما شاء الله النادي الأهلي دخله مبالغ قوية في الفترة القادمة النادي الأهلي صراحة عايز أقول إن إدارة النادي الأهلي مهانس محمود طاهر والإدارة من إدارات النكحة جدا على المستوى المالي يعني المستوى المالي أو الناحية المالية في النادي الأهلي والإرادات والحاجات دي مميزة جدا النادي الأهلي من أكبر الميزانيات في مصر دلوقتي وفي الشرق الأوسط كنادي فعملين شغل كويس جدا مهانس محمود طاهر في الإرادات والشركة الرعاية واللعيبة اللي اتباعت بأسعار قوية جدا يعني شفنا إيفونا اتباع بمبلغ كبير جدا حوالي 8 مليون دولار للفريق الصيني رمضان صبح 6 مليون يورو لنادي ستوك سيتي تريزيجيه برضو نفس القصة حوالي 3 أو 4 مليون يورو يعني فلوس ما شاء الله دخلت بشكل كويس جدا النادي الأهلي في الفترة الحالية والفترة السابقة يعني استثمار جيد جدا من خلال النادي الأهلي طيب خلينا نكمل أخبار الأهلي بسم علي بيقول أنا واثق من العودة لتشكيلة النادي الأهلي طبعا بسم بيلعب في مكانه لعيب كبير زي أحمد فتحي بسم ما قدرش يستغل الفرصة شوية في بداية الدورة حظه كان وحش كان ماشي بيلعب أساسي ولكن جات له إصابة أعادته وبعادته عن التشكيل الأساسي النهاردة بيقولون أن أكرم توفيق رجع من المنتخب الشباب مصاب عنده مشكلة في ركبته بيقولون أنه احتمال يبقى عنده غضروف ولكن هيعملوله أشعة في النادي الأهلي عشان يتأكده من الإصابة خلينا نروح للنادي الإسماعيلي ريكاردو يتنازل عن شكوى النادي الإسماعيلي بالفيفا بعد حصله على مستحقاته كان ليه مستحقات في النادي الإسماعيلي وبرضه هنا عايز أشكر المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي أنه من ساعة مجيل نادي الإسماعيلي بصراحة حل مشاكل مالية كبيرة جدا النادي الإسماعيلي كان عليه ديون متلتلة عارفين يعني ديون متلتلة فعلا بمعنى الكلمة لعيبة كان عليها فلوس أو لها فلوس من النادي الإسماعيلي مدربين سابقين أجانب ومصريين مش عارف الضرائب القهرباء يعني حاجات كتير جدا كانت ديون على النادي الإسماعيلي ولكن من ساعة مجيل مهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي بيحاول يخلص الحاجات دي كلها بيحاول يدي مستحقات اللعيبة اللي فاتوا ومعظم اللعيبة خلاص خدت مستحقات وتنازلوا عن شكواهم المدربين الأجانب الجهات الحكومية اللي عليها فلوس للنادي الإسماعيلي حاجات كتير جدا فحتى ده كان يعني تقرير كده مع ريكاردو بعد إنهاء أزمة مستحقاته الرجل سعيد جدا إنه هو حصل على مستحقاته وتنازل عن شكوته لإنادي الإسماعيلي شريف عبد الفضيل بيقول يعني محدش هيجبرني على الاعتزال شريف طبعا لعيب كويس ومميز لكن حظه وحش في الإصابات السنتين اللي فاتوا منتخب العسكري النهاردة لعب مباراوة دي أمام الإسماعيلي وكسب 2-0 منتخب العسكري كسب 2-0 عن طريق عمر مرعي وعمر جمال رح نسجلنا المباراة النهاردة لبين المنتخب العسكري والإسماعيلي وزي ما قالت لكم كده المنتخب العسكري كسب 2-0 عمر جمال مهاجم الأهلي سجل الهدف الأول وعمر مرعي مهاجب أمبي سجل الهدف الثاني المباراة كانت على ملعب أحد الفنادق الشهيرة في مدينة إسماعيلية والإسماعيلي هلعب مباراة ودية أخرى أمام منتخب السويس بعد بكرة نادي الإسماعيلي طبعا بيستعد العودة الدوري أحمد عيد عبد الملك هو هيكون كابتن منتخب مصر العسكري في كاس العالم اللي جاي خلينا نروح للزمالك نهاردة تدريب نادي الزمالك شاهد عودة دونجا لعب الوسط وجنش كانوا تغيبوا عن تدريبات الإمبارح بإذن من الجهاز الفني أيمن حفني حيعود لتدريبات الجماعية النادي الزمالك بكرة الجهاز الفني النادي الزمالك قرر استبعاد علي فتحي المصاب من المعسكر الزمالك وأيضا استبعاد محمود عبد المنصف الحارس الناشئ كده اللعيبة المتواجدة في معسكر الزمالك في كتوبر كنش ومحمود شيكابالا محمد ناصف وأحمد جعفر وسامة إبراهيم حسني فتحي أيمن حفني صلاح ريكو أحمد رفعت محمد إبراهيم ستانلي عمر صلاح إسلام جمال رمزي خالد شوق السعيد ومحمود دونجا ومعروف يوسف ومايوكا وبكرة حينضم يعني معروف يوسف ومايوكا حينضم بكرة لمعسكر نادي الزمالك هيوصله بكرة إن شاء الله جهاز الفن نادي الزمالك يؤكد لمحمد مجدي عدم رحيله اللي هو اللعيب المساكي اللي كان جاي من نادي المصري كان متخوف شوية إن هو بعيد عن المطشاط وكان فيه كلام بيتقالي نادي الزمالك ممكن يعيره لأحد الأندية في شهر يناير ولكن جهاز الزمالك أكد له قال له يا محمد أنت معانا ما تقلقش لكن طبعا هتكون فرصته في المشاركة صعبة جدا من دلوقتي بيلعب علي جابر وبيلعب محمود حمدي وفيه أحمد ديودار وفيه شوق السعيد باسم مرسي بيرحب بالتجديد للزمالك بس أنا هقول لكم حاجة باسم مش هيجدد الفترة دي باسم هيستنى شوية لغاية يلعب لغاية ما يلعب مع المنتخف فهو أمم أفريقي إن هو يعني مستني عرض احتراف جاي له حاجات من ألمانيا ومن فرنسا ومن سويسرا فلو جادت مع الزمالك دلوقتي لما لو جاله عرض يبقى الزمالك هو المتحكم في بيعه فأعتقد يعني عندي معلومة كده إن باسم مرسي حيأجل شوية التجديد للنادي الزمالك لغاية شهر يناير ميدو طبعا تولى خلاص تدريب دجلة ويعني فيه كلام كده إن هو عايز يجيب شيكابالة معاه في ودي دجلة المسم القادم أو في شهر يناير وبرضه فيه كلام على العمد متعب يعني دي بعض الأخبار المحلية عمر جاب تيشيرت الشيكابالة كده هدية من بازل قبل مباراة مصر وغانا الزمالك بكرة ألغى تدريبات الناشئين في نادي الزمالك تخاوفا من 11-11 لكن إن شاء الله مش هيحصل حاجة وكل الأمور تمام ويعني أعتقد إن الأمور السياسية في مصر مستقرة في الفترة الحالية شكرا